مرحبا بك سامير نوارتنا سامير وينكم في الساحة السياسية اليوم في ظل ما تشهدتون في الفترة هذه سامير والله بالنسبة لحزب المؤتمر مثل كل الأحزاب السياسية يعيش مخاض عصير جدا نعرف أنه حزب المؤتمر عاش عديد الصعوبات بعد انتخابات 2014 ومنذ سنة 2016 بدأنا في إعادة بناء الحرب على قصص صلبة من أجل إعادة إشعاعه في الساحة السياسية وصلنا تقريبا في وسط الطريق والآن نحن بصدد الأعداد للسنة السياسية الجديدة وللاستحققات المقبلة ونحن نستعد أيضا لعقد المجلس الوطني للحزب في آخر الشهر الذي سيحدد التواجهات الكبرى في خصوص المحارات المقبلة وقت للمجلس في آخر الشهر تقريبا يوم 29 من 30 سبتمبر بشي تم تحديد ملامح والنواء مؤلاء الأعضاء متاع المؤتمر بشي حدد الخط السياسي للحزب في علاقة بالاستحقات المقبلة إن شاء الله أهم النقاط سي سيمير سنأخذوا هكا على أقل هكا لمحة على أقل فما جملة من النقاط منها ما يتعلق بالخط السياسي والخطاب والبرنامج والعلاقة بالأحزاب القريبة وكل هذه الأشياء فما تحالفات فما اتصالات مع بعض السياسيين طبعا بالنسبة لنا في حزب المؤتمر نحن نعتبر أنه اليوم عنا معركة مصيرية في 2019 ونعتبر أنه اليوم من مصلحة البلاد أنه كل القوى الوطنية المؤمنة باستحقاقات الثورة أنها تكون صف واحد في هذه المعركة لذلك في حزب المؤتمر وضعنا خطة من أجل التكوين جبهة تجمع كل القوى السياسية المؤمنة باستحقاقات الثورة والتي تعمل على تفكيك منظومة الفساد والاستبداد كيف شكونا سي سامير؟ هي مبادرة مفتوحة لكل القوى الوطنية معا شكونا تم الاتصال رسميا سي سامير؟ حاليا نصمت تنسيق وتشاور متقدم مع حركة وفاء وأيضا هناك مشاورات مع بعض الأطراف الأخرى مثل حزب حركة تونس الإرادة والمبادرة تبقى مفتوحة طبعا لكل الأحزاب الوطنية والمؤمنة باستحقاقات الثورة الجبهة الجبهة بشي تم اختيار اسم لها؟ ده منزل يعني بالنسبة للمفائل الصنظيمية بما في ذلك الشكل الصنظيمي أو الاسم أو كل هذه المفائل وقع الترحيل إلى أخر المفائل بشي تختاروا فما هك على قل فكرة الدور في المؤتمر حول المرشحكم للانتخابات الرئاسية الفينو 19 بشي تختاروا في الوقت الحال هذا بشي يكون ثمرة المشاهدات التي ستسل بعد ذلك سياسية بشي سامير خانجي وطوى للصحة السياسية في تونس وحكومة يصف الشهد وتجده بالكبير اللي صاير حول الحكومة هذه فمشكول يعتبر أنه على الحكومة أن تواصل لعمل المتاحة حتى للانتخابات خاطر ما ليش هو وقت اللي بشي تنفيه تحوير الحكومة بشي تولي فما معناها مسار كيم لذي كيم يقولوا بطبيعة برشة أطراف فمشكول يقول لك ليه الحكومة فشلت اليوم لازمنا نغيره نحن في شذب المؤتمر منذ سنة 2016 عند مجاعة هذه الحكومة حذرنا وقلنا أن هذه الحكومة تملكوا قومات الفشل ولن تنجح ففشل هذه الحكومة هو منتظر والحكومة التي ستأتي لن تكون مقالها أفضل من هذه الحكومة لأنها المشكل في السياسات في الخيارات في البرامج وليس في الأشخاص المشكل أنه أي حكومة بشجي ماذا ستقدم للناس اليوم نقاش الكل نقاش الكل تمحوره حول توزيع الحقاب الوزرية وحول الأشخاص الذين ستقسمون هذه الحقاب هل نغير يوسف الشاهد أو نبقي عليه لكن لا أحد تحدث عن برامجة الحكومة هل هي ستكون حكومة تواصل في خصوص البرنامج مع الحكومة الحالية أو أنها ستكون حكومة قطيعة وستأتي ببرنامج جديد من شأنه أن يبقى الضبلاد هذا الكل ما هوش مطروح اليوم فقط الصراع والمعركة الحقيقية مدارها هو قصرا قصبة في انتظار المعركة الكبرى وهي قصر كرتاش ونشكل تعرف أنه محطة 2019 هي رهان المعركة الحقيقي اليوم وحرب التموقع التي تقع بين مختلف شكوك المنظومة الحاكمة وبالتبع بالنسبة لنا نحن نحن نعتبر أن هذا الذي يجري هو عادة وعادة مسؤولية من طرف المنظومة الحكم اليوم جاء في 2016 جابوا لحبيب السيد وبأسلوب مهيم قاموا بإخراجه من رئاسة الحكومة يعني جابوا في المجلس شكروه قالوا له انت ناس طيبة وانت ناس خدلت وكذا ويعطيك الصحة لكن باش نغيروك لأنه ظهر لنا هكذا معناها مجرد شهوة من رئيس الحزب الحاكم ظهر له يحد يبدل مش يبدل جابوا يوسف الشاهد من بعد قالوا ليوسف الشاهد نفس الشيء معناها حبوا نبدله علش تحب نبدله كذا يعني لا تجدوا من يقنعك بسبب التغيير وأكثر من هكذا أنه التغييرات المزمع هي تغييرات لخدمة تموحات شخصية ولخدمة مصالح شخصية ووقعت تضحية بمصلحة البلد حتى معناها نوميس الدولة معناها الدولة تشلكت الدولة ما خلوا منها شيء وهذا بالطبع يؤسف له وهذا بالطبع ما ينجم إلا يزيد يغرق البلاد وكل المؤشرات اليوم تحضر بأن وضع البلاد ما يسمحش بهذا التلاعب ما يسمحش بهذا العبث الذي يحضر في أعلى مستوى والمعركة اللي قاعدة صايرة في نيدة تونس هذا اللي نعكس على الوضع في البلاد سي سامير طبعا طبعا وقت لي توقع أنت حكومة الحزب الحزب اللي جابها يعمل يعني في بويكوتاج للحكومة هذه يحط في العرقيل أمامها يخليها يشتخدم يروش في الاتشاعات يحرك في الإدارات في مختلف الإدارات سواء على المستوى المركزي أو على المستوى المحلي أو الجهوي لعرقلة عمل الحكومة لإجهاض كل ما تقوم بهذه الحكومة ففي ذل هذا المناخ وفي ذل هذا الإحتقان كيف يمكن للحكومة أن تنجح وكيف يمكن للبلاد أن تتقدم فما أمكاني تحوير وزيري على قل؟ هذا يسأل عنه منظومة الحاكمة رأيك معناها رأيك سي ساميري همنا بتبيع بالنسبة بالنسبة للرأي هي مربوطة بحسم جملة من المساء الأولها محدودية هذا التحوير لأن التحوير سيكون تحوير عميق يطال رئاسة الحكومة أو مجرد تحوير جزئي يطال بعض الوزرات على أساس التقييم هذا الكل بالطبع تحكم أي بحكم متابعتك للشأن السياسي فما وزرات ليستحقوا تحوير طبعا يعني رأي العام يتابعوا ويرصد وعديد الوزراء فشلوا في مهامهم وهم لا يستحقون أصلا أن يكونوا في هذه المسؤولية والشعب قاعد يدفع في ثمن الفشل المتاحهم ولا يمكن رهن البلاد بسبب أشخاص فشلين لابد من إدخال دماء جديدة لابد من تغيير تغيير يطال الأشخاص ولكن قبل الأشخاص يطال السياسات والبرامج فما ملف مهم برشا هو ملف الفساد وملف الطاقة السامير ونحكيه على مكافحة الفساد وفما شكول يعتبر أن مكافحة الفساد ليس من مهام الحكومة هذا كلام مضحك هذا كلام مضحك ونسمعه شخص يتحمل مسئولية قيادية في حزب الحاكم يصرح بمثل هذا الكلام السخيف إذا كان الحكومة مهوش من مهامها مكافحة الفساد فمن من مسئوليته مكافحة الفساد الحكومة بالعكس الحكومة اليوم يلزم يكون أول بند البرنامج متاحها هو مكافحة الفساد لأنه هذا كالسبيل الوحيد للخلاص بالنسبة لتونس اليوم يقولون عنا مديونية كبيرة وصلت أكثر من 78% يقولون ما هو الحل باش نجموا نوفروا مدخيل لميزانية الدولة بدون اللجوء إلى الاقتراض الحلول الموجودة أولها هو مكافحة الفساد ومكافحة التهريب ومكافحة التهرب الضريبي هذه كلها أساسية وليمكن لتونس أن تنهض وليمكن لتونس أن تتقدم لأن كل الحلول تتمحور حول هذه الثلاث نقاط لذلك لابد أي سياسة حكومية لا تأخذ بعين الاعتبار مكافحة الفساد ومكافحة التهريب ومكافحة التهرب الضريبي لن تنجح أي حكومة في معالجة الأوضاع الحالية سي سامير ملف الطاقة ملف يعتبر معناها ملغم باللوبيات في تونس خاصة بعد الإقالات التي ساروا في وزارة الطاقة والحاديث برش على عديد الحقول النفطية في تونس اللي قاعدة ممكن ما هوش يتم استغلالها وما يش قاعدة ترجع بالفيدة على البلاد بتبيع طبعا طبعا هذا يقول منذ سنوات طلبنا بشفافية في مجال تحكم في الثروات الطبيعية للشعب التونسي طلبنا بالحوكم الرشيدة قلنا أن هناك تقارير رسمية بمختلف هيئات الرقابة سواء دائرة المحاسبات أو التقرير الذي وقع أعداده من طرف مختلف الهيئات الرقابية للدولة في أواخر 2014 كلها تشير إلى مواطن الخلل وتقدم توصيات لمعالجة هذا الملف الحارق الذي ينزف يمثل نزيفا لأموال المجموعة الوطنية ولكن للأسف منظومة الحكم كانت ترفض فتح هذا الملف بل وكانت تجيش وسائل الأعلام لأن هذه الحكومة مرتبطة ومرتهنة للوبيات الفساد ولا تريد فتح هذا الملف ولا تريد مكافحة الفساد ويعني اليوم وقت يخرج رئيس الحكومة حتى يخرج في خرشته الأخيرة وقام ببعض الإقالات على مستوى وزارة الطاقة هل أنه اتخذ إجراءات حقيقية لإيقاف هذا النزيف هل أنه قام بإحالة طالب بإحالة المشؤولين عن هذه التجاوزات لمحاسبتهم هل أنه اتخذ إجراءات لتسوية الوضع وإرشاء أموال المجموعة الوطنية ولا شيء ولا شيء لم يقع اتخاذ أي إجراء فقط بعض الإقالات اللي نعرف الخلفية السياسية متاحة واللي نعرف اللي هي ما هيش في إطار مكافحة الفساد وإنما في إطار حرب التموقع داخل مختلف أجنيحة الحكم شوشي معاك المنظمة منظمة منظمة الاتحاد العام تونسي للشغل في تونس وحديث لقيادات في الاتحاد إمكانيات المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة ويردا تعليقك على هذا سيسامير المنظمة معناها اجتماعية عريقة كالاتحاد العام تونسي للشغل ومشاركته في الانتخابات التشريعية بالنسبة للمشاركة في الانتخابات التشريعية أو حتى في الانتخابات الريئاسية هي مبتوحة لكل التونسيين كل من تتوفر فيه الشروط فهو قرر في أن يتقدم للانتخابات الاتحاد العام التونسي للشغل سبق على الأقل كبعض طيادات أنهم شاركوا في الانتخابات ونعرف أنه نتيجة ما كانك إيجابية ولذلك معناها اليوم إذا كان فما قرار بالمشاركة باسم الاتحاد يعني كمشاركة جماعية فهذا بالطبع موكول لطيادة الاتحاد ولكن أعتقد هذا سيربق المشهد السياسي على اعتبار أنه في المشهد السياسي كل طرف عنده مسؤوليته وعنده مهامه وعنده أدواره ينصيق تدخل في الأدوار هالاتحاد العام تونسي بالشغل باعتباره هو يدافع الطبقة الشغيلة أعتقد أنه دوره هو البقاء خارج الصراع السياسي خارج الصراع بين الأحزاب وممارسة دوره في الدفاع عن الطبقة الشغيلة وفي الضغط على مختلف الحكومات أين كانوا استواجهاتها بنتج تقرأ السياسات اجتماعية تراعي الطبقة الشغيلة يوربك عمل الاتحاد طبعا لأن الاتحاد يتحول إلى حزب سياسي اوتوماتيك مو الحزب سياسي بشي دافع أكثر على المصالح وأكثر منه مش يدافع على الطبقة الشغيلة ولا على الشكون حسنا حتى في تقاطع المصالح وحتى معناها طبيعة الدور ويتغير اليوم هو بده اليوم حتى معناها يدخل الصراع السياسي فهذا يولي خاضع لقوانين صراع سياسي اليوم معاك شو فوق فوق الماء فوق الربوة معاك شو فوق النقد يولي هو معناها قابل لكل ما له علاقة بالصراء السياسي ويتحمل تابعة ذلك بالطبع شكرا ليك سيسامير بن عمر رئيس السياسي لحزب المؤتمر من الأجل الجمهورية شكرا ليك على مداخلتك معنا حول الوضع وما تشهد الساحة السياسية في فترة حالية تحية ليك حبيب شمينجي في الكودة تكنيك تحية ليك أحمد البنير فيسبوك لايف هك اليوم وصلنا الختم ميديماد ان شاء الله نهار اثنين تده برمجة جديدة على غاديوماد بتبيعة في ميديماد بشارجة عن الملموع سوعتين من زمان كالعادة من نص نهار المالي ساعتين على غاديوماد حض موفق اللوزو مليء الكل في البرمجة الجديدة بتبيعة اللي بشتنطلق نهار الاثنين وان شاء الله زيدا عودة ميمونة لصغيراتنا للمدارس انتاح وان شاء الله عام مليء بالنجاح لتوينسة الكل وليتليم ذاتنا الكل خاصة البكالوريا حسنا السنة السيدسة زيدا كيف كيف مفقالي كمش قول لكم شي طيبة وفي لمنها